السلام عليكم. النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت. انا هارف ان الحلقات زي ما وانا بك ده هي انتنسيف شوية. في معلومات كتير. بس يعني نصحتي اللي هي ضعيفة في الحده دي انك انت اخد نوتس ومش هتة هتة ابحث عنها. لانه الهدف هادي بشي ان انا اشرح هتة هتة. بس انا يعني بحاوة فهم الكريم قدر مستطاع يعني. وانا قلت له يعني ايه امشي على مستطاع الطلب المتوسط اللي زي يعني متى يعني الناس مش كنت اوصل كلها بس سرعة دي. بس هو كريم معاينا يعني. وقلز الله اخيان يعني يعني ابي هيعيد الجزء الاخير اللي كانت في تاكسبه وكسته مع بعض. اسم صعب وقارب صراحة. فازاي كريم عمله. الحمد لله. حمد لله. طيب نشعيات اسم صراحة. حمد لله. حمد. 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 وكواس والله انت وقفتين للمرة اللي فاتت لان سبحان الله وفعلا كوستو يختلف عن التانين. يختلف في حاجات كتيرة جدا. حتى في ايجور نفسه. بيستعملوا الانجين ده في حاجات وردي. وبالتالي هو فعلا قوي جدا. اه وكواس ان احنا خليناه في حلقة منفصل عشان يعني. انا هحاول ما اقول نتجو دي. بس هو فعلا محتاج تبحر. ولكن انا هحاول على قد ما اقدر ندي الخلاصة. الهاي يعني. تمام? بس هو فعلا حاجة تستحق الدراسة يعني لو حد حابب. يا طبع. طيب. الاول حاجة عشان بس نسيت expectation. والناس تبقى فهمة ايه قصة كوستو ده. انا هتخيل ان الناس عارفة. اسكويل وسبارك. تمام? سبارك واسكويل اريدي اكيد يعني تشرحو كزا مرة في كزا حلقة ويمكن انت اريدي يعني تبحرتي فيها. انا جاي بقى ايه? احط بس ايه? كوستو. في قصة. فالسلايد دي بتوضح الموقع الاعرابي اللي كوستو في الاناليتكس. تمام? موقعه ايه في الاعراب? موقعه هنا. موقعه. ان انا لو بعمل ديتا ورهاوسينج. اللي بدأنا بها خالص القصة. في البدايات الاناليتكس. بدايتها كانت الديتا ورهاوس وبدأ معها الاسكويل. والناس بالتالي يفضل اتكيب الاسكويل. از اريفرنس للديتا ورهاوسينج. حتى لو بتعمل بسبارك. هتكتب سبارك اسكويل. لان يعني الليجاسي ان انا ازاي بعمل ديتا ورهاوسينج مبنية على الاسكويل. فخلاص. ديتا ورهاوسينج يبقى اسكويل. تمام? تمام. الاسكويل بي طيب لو هي بقى محتاجة كيوريشن. نخش على الليفل 2. الليفل 2 بقى مين? الليفل بقى الوحش. الليفل سبارك. الليفل الهيفي ديوتي. هيفي ديوتي كيوريشن بروسسينج. او حتى في الماشين لارنينج. الموديل ترينينج ده من الحاجات الهيفي ديوتي. الجوبات بتاخد ساعات. مين الانجين اللي هيستنى معاك ساعات كده يفضل. لسه ماشي معاك ولسه بيكلمك يعني. هاتتدي له جوباة تقعد ساعتين تلاتة ولسه بيتكلم معاك عادي. فمش كتير اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله. وبالتالي. you have limited options اللي هو بتعمل حاجات هيفي ديوتي. لونج رانينج. وبالتالي هاتتلاند على سبارك. ييجي بقى كوستو. يعني شايف انت كده. في النص كده. بحشر نفسه في النص. بيعمل. لا بيعمل ديتا ورهاوسينج. او الحاجة. لا بيعمل ديتا ورهاوسينج. ولا بيعمل ماشين لارنج. هيعمل ماشين لارنج. بس الماشين لارنج اللي هو. يمكن الهاي ليفل. ماشي الهاي لفل مشين لارنج. ماشي الهاي ديوتي. مش building custom model. انا بستعمل المو ديوتي جاهز وعايز بس استعمله. واجد. انفرانس out of it. ماشي. لكن انا الهاي ديوتي custom model training. الكلام ده كله. لأ. تفضل. سبارك. معايش انا محتاج اعطق أنا أعرف أنه أريد أن أعرف موقع الحاجة من الإعراب فالموضة بيقى صعب أعرف أنه أعرف موقعها فين حاجة بعد كده أسهل يعني إيه فأكدت عن مثلا بريستو أنا أعرف أنه قد يكون مكان غلط أو يعني ما هو في الآخر هو أنا فهمه كأنه بريستو أوبن سورس على رو ديتا وستيل انتر اكتف وسريع وكل حاجة صح أم لا أنا برضو حاسة موقع برضو الحتة دي تمام أنت فاكر أن احنا تكلمنا على البريستو مرة وإحنا متكلمنا على المشين لرنج وقلنا أن البريستو هو SQL at the end SQL anywhere وكان فيه البيبر بتاعت SQL anywhere بتاعت بريستو ماشي الفكرة في كوستو مكتوبة هي حاجة اسمها هي specific هو niche عنده use case معينة اسمها observational analytics observational analytics وده يقودنا للسلايد اللي جاية بس ناخدها دلوقتي اسمها observation analytics ايه الobservation analytics دي set of analytics to be done على حاجة اسمها telemetry data اللي هي time serious data logs tags traces matrix طب هيا سأل السؤال الأخبة يعني السؤال تاني غريفة اه اه elastic بقى تما انت كده اضع elastic صح؟ انا حاسس انت اضع السؤال ده لا تمام مظبوط اه يعني توصد هو حاجة زي elastic linear time analytics صح كده؟ مش داي elastic او يعني نفس الفكرة اوكي تمام انا كده فيهم تخوض وممكن تكحطوا مع prometheus والحاجات بتاعة log analytics وinflux db time series دول الأكتر الحاجات اللي تقرب فيهم من edx تسمع influx db influx db دي database بتساف time series وبتعمل time series analytics edx equivalent influx db prometheus logs و tag و traces و بيعمل analytics عليها و dashboards و كده تسمع prometheus تقرب من edx هي دي هي دي ال data sources و set of analytics ال edx targeting telemetry telemetry data اللي هي جاية من the iot data و sensors اللي هي time series عمال يجي لك immutable events في حاجة اسمها حيبعت لك event انت اقولك ان ال event التالي ما جايش هو ال event جاي وال event اللي وراه وراه تمام time series tags logs كل الحاجات دي عمالة شغالة 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 و معاها دايما time stamp و اغلب الحاجات اللي انا بعملها عليها غالبا مربوطة بال time stamp ده هو اقرب لل real time حتى فعلا real time برضو temporal data جاية و بعمل بقى tumbling windows و اه hopping windows و هكذا بحاول استعمل time عشان اي اوقف شغل اوقف set عشان اprocess ده نفس الكلام نفس الكلام ال data اللي بنتكلم عليها دي telemetry time series طبعا دي بتيجي بسرعة زي real time date high velocity و high volume مع الوقت خلا بلك انا كمان هنا عندي volume اكتر شوية من real time processing لان انا غالبا حعملني real time فانا حعمل يعني اللي جايلي لو انا مثلا عندي whatever 100000 data point بتستريم بألف هرتز 1k هرتز اضرب بادف ده فلما استنى 1k هرتز يعني ألف message هتجي في الثانية فكل ما عود ثواني اكتر كل ما هيجيلي data اكتر وبالتالي انا عندي volume اعلى شوية من الvolumes اللي بتتعمل معها في streaming engines السكيمة طبعا في البطيخ هتلاقي بقى في السكيمة ايه ما ده زي الستريمينج السكيمة جاية بقى binary وستريمينج data وحاجات اغلبها not structured تمام semi structured او not structured اللوغز بيبقى فيها free text يعني اغلب اللوغز legacy بيكتب لك error ويكتب لك بقى قصة الارور ده اصلا مش عارف مين بيكلم مين فوقع مين قصة مكتوبة في الارور فأنا يعني حاب process الكلام ده ازا في free text محتاجة process بس وباية الحاجات بقى احنا عارفنا ان هي ال data بتبقى immutable ومحتاجها process below latency لاننا محتاجها بسرعة تمام time edx بقى هيقولك الحاجات دي events logs time series data وانا حديلك او كمان زود عايز geospatial يعني انت عايز تعمل time tagging هي في time tagging هو time stamp فأنت كده عندك ال event جاي مع time هيبقى time tag time series عايز بقى تروح متخله كمان geotagging بحيث تعرف ال event ده حصل امتا وفين مش بس فين سوري مش بس امتا لا امتا وفين فتحط معاة geospatial بعد كده بعد كده عايز تعرف تبدأ تcontextualize ال event يعني ال event ده جاي من السنسور ده اللي اصلا part of device ده اللي part من device اكتر وحكذا تبدأ محتاج graph functionality واخيرا بقى الجزء بقى الجديد بقى عشان العالم كله بقى ماشي في السكة بتاعة الطبعا 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 لا يخف على احد يعني كله الطبعا الطبعا امبادنجز ف edx بيقولك تفضل event logs time series geospatial graph الطبعا موجود كله ده موجود انا معرفش الصراحة انا ما عنديش خبرة في cassandra ما كذبش عليك عنديش خبرة في influx db في edx عن influx db الحاجات دي انت ممكن تقول لي هل functionalities دي كلها موجودة اقدر اعملها بأي no sequel او cassandra او اي حاجة ثانية غير الثانية يعني انا مش expert ان انا اكمبير الحاجة يعني هو انا اللي عارف يعني انا مش بتأكل 100% برضو بس انا عارف مثلا events و logist time series و special data vector برضو اعتقد موجود غراف انا مش تعملش غراف بس ممكن تكون موجود بس حسنا يعني احنا 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 اعرف الحتة دي يعني انا كنت بس عندي خلط مبين costo و مبين cassandra و presto فأنا كده خاص واضح بالنسبة انا كده مش هتلغبط انا كنت مش شتت مبين هل هل دي data house فأنا كده واضح بالنسبة لي وفهمتي احنا محتاجين ها بالذات مع event اي ما بنحتاج ال k في ال application or Neural time stream انا محتاجين النار الكلام ده Neural time او دي بنى عليه شوية analytics فأنا بالنسبة لي كده واضحة فين انا بس كنت من لغبط واتمنى وكلتش لغبط الناس وانا بحاول اسأل يعني فانسوا اللي قلته وانا كده واضحة بالنسبة لي لحتة دي تمام لو تفتكر حاجة برضو بعدي جاي امتى ممكن يجي كل ساعة ممكن يجي كل دقيقة ممكن فجأة يجري خمسين الف في الثانية وانا انا رفش وفي time series اللي هو كأنه بيعمل wave كده زي waves صح بييجي وشغال وهي frequency معين بيطلع بيجي لي data وبعد بنزل وبعد بيطلع وبعد بينزل وبعد time series events اللوجز اللوجز نحن انتفقنا بيجي لي log بيجي time log time log time log بتلاقي انت عطول time stamp لازم نعايز اعرف ال error ده و ال event ده حصل امتى وبالتازم يجي مع time stamp time stamp مهم جدا للتعامل مع edx فاحنا بنكلم في time series events logs traces matrix whatever you want to call time serious events كلمة telemetry بتحاول تreflect الكلام ده تمام وال اليمين دول supporting ان انا كده عملت ايه في event time tagging time عشان اعرف هو حصل فين سوري كل مرة بتلغبط حصل امتى تمام فاضل لي ال geotagging عشان اعرف حصل فين يبقى انا عرفت ال event حصل امتى وفين فاضل اعرف ال context اللي حواليه يعني حصل امتى وفين في وضع ايك هنعمل ازاي اللي هو ال graph ان السنسور ده part من الدفايس ده ولو في دفايس تاني فايل فانا حيجيلي 100 message كلهم على الفيلير بتاع نفس الدفايس بس بس في 100 sensors هما اللي لاطوه ماشي فانا عايز اعرف القصة دي ال context ده و ال vectors عشان اقدر اSearch و discover patterns تمام تمام يعني حاجوه هاي level على edx ولكن يعني يلزموا التبحر اللي هيتبحر هينبسط تمام وفيه papers جميلة جدا لو حد حابب عندي لينكات كتيرة جدا white paper بتاعته streaming 101 edit explorer 101 حتى هو one of the links ان انا هنشعيرها ان شاء الله ولكن فعلا استدعي التبحر وفيه من مميزاته برضو ان انت تقدر بسهولة جدا تجد free cluster تفرج على حاجات samples جاهزة تتفرج عليها تشوف هو بيشتغل الزاي تمام طيب ايه بقى المميز يعني طبعا زي ما انت فعل مردتش اخش على كل حاجة وانتبحر في كل حاجة هنجيب الخلاصة الخلاصة كالتالي ايه المميز في data explorer انه هو big data analytics يعني مش data base صغيرة ولما تيجي تسكيل هتعطل او مش تبع performance لليوز كيس دي اتفقنا عشان احنا اقولنا long running في use case اتفقنا احنا احنا يرن job يرن query بيقعد ثلاث ساعات يقول لي data explorer ضرب يضرب هو احنا قليل من الاول ده مش بتاع long running فاحنا بنتكلم على performance على اليوز كيس دي ومانجد تمام واتفقنا اليوز كيس بتاعته هو high volume of time series iot log analytics وبعمل processing near real time يعني بعمل queries وغالبا بطلع results near real time ما باستناش اخر اليوم او اخر الشهر اقدر اعمل الكلام ده كله ولكن عندي ميز ان اقدر اعمل الكلام ده near real time خلاص اخر واحدة واحلى واحدة بقى المحببة الى قلبي تمام انه هو end to end يعني ايه يعني انا هاخدك في 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 جرني كلها من اول ingestion ل storage ل query ل visualization strike كده end to end مش عايز مش عايز يعني 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 decisive قوي ولكن كل اغلب الوقت ما باجا اشوف اعايز اغير explorer بحاول اغيره بلاقي نفسي محتاج يعني استعمل كذا حاجة فهو عنده combination unique connectors جاهزة تجيب data من حيث مختلفة وهو database وبالتالي عنده storage والstorage دي optimized big data high volume high velocity فهي column احنا اتكلم على التفاصيل التفاصيل على storage دي عنده optimized query وعلى فكرة هو مش sql الكوري اللي على الكوستو مش sql اسمه kql مش اسمه costo يبقى costo query language في شبهة من sql بس specific و visualisation في الاخر فهو عنده end to end تمام فدي من الحاجات اللي انا فعلا حابب اهيلايتها as a unique value لل service دي طيب ال ingestion بيحصل data بتيجي عشان نقدر نسكيل لازم paralyze وبالتالي لازم او ما تيجي ال data تيجي لازم ايه او partition data هو بيستعمل المستعمل اكتر في ال database مثل postgres وكده اللي اسمها sharding هي نفس mentality يعني انا بقطع ال data partitioning مختلف شوية بري organize ده انا بقطع وبالتالي انا بيجي ال data بقطع حتة حيث كل حتة احطها في VM وبالتالي لما جاء run على كل ال VMs اللي في cluster تمام ولما بقول بقطعها يا فعلا تقطيع يعني انا ال table اللي شايفو ده على الشمال بيتقطع بقى كل واحد فيهم table وحده يعني مش مقطع حتة منه معافش اتكلم معاها غير لم افهم كل table لا هو متقطع وده اسمه sharding هو مسميه extends extends ده اللي هم بستعملوها بس القوية دي بتقول ان هو يعني اللي هو نفس الفكرة بتاعت الشارت extend هو هو الشارت تمام طيب وزي ما شفنا ان كل table بيتقطع لل extents دي وبحط على VMs بحيس ان اقدر اعمل لها query in parallel طيب نتكلم بقى فإن فبقيت الحاجات اليونيك وده طريبا اغلب ممكن انا معرفش صراحة معرفش كل immutable وانا اكيد متأكد انت اتكلمت على المتأكد بس عشان يعني ثاني نراجع للناس المتأكد دي بتسهل ال cluster access لل data والdata sharing جوه cluster مش data sharing بره بقى وده ماش لا عشان اعرف access in parallel وميبقاش في high level يعني high degree of dependencies كل ما قال الdependency كل ما سهل الحياة وكل ما سهل الحياة كل ما بقى اسرع وردت كمنا قلنا في الاول ease of use دي simplification ده حاجة جميلة صراحة كل ما سهل حاجة كل ما تتبدين حلو تمام تمام لما خلينا data immutable تمام بقى كل النود تقدر تكاش ما يمهاش ايه ده سيدة حلوة او او خدش بالي او مرة اولا لان انا متأكد ان ده مش هيتغير رابطة قدر كاش خلاص انا عرف ان احمد الامام دلوقتي هيشوف الحلقة دي دلوقتي يقول لك يعني تقلي دم المهندسين صعب يعني احنا مستحملينكم بالعافية فانت يعني احمد الامام هيجيلكوا دلوقتي يمسك العصير يقول لك ايه دي اللي بنغضوا منكم وانت بتقليشه يعني يعني منتظر احمد صعب تعليقاته يعني ما علينا والله انا او مرة اقول انا انسا اقل انا اقلتها طلعت كده دي كاش ما يمهاش ما حسبتهاش والله العظيم ما بيهزر انا معرفش ايه طلعت كده بس هي فعلا حلوة ان انت تقدر دي كاش من غير ما تبقى حطت في دماغك complex change management coordination عشان ده هيتغيه فلازم اروح اغيره هنا وهكذا واقدر appoint كزا node على نفس الديتا short من الاخر زي ما اتفعنا مفيش complication لما يحصل تعديلات كل ما يحصل تعديل مفيش complication بتحصل ولا روح بقى ايه روح ورا اجري ورا independences عشان اتأكد ان الدنيا كلها consistent وما فيش حاجة بايزة خلاص اللي بيحصل بس انت بيبقى عندك heavy storage food prints بس ده برضو حلو واتفعنا عليه من زمان heavy storage food prints ده ده مميزات منها اننا قدر اتراك back time وهاكذا تمام طيب ولو تزنق تقوي وحاسن اننا عندي huge food prints خلاص يلا hard delete فيش مشكلة تقدر تدليت خلاص تمام تاني unique value ان في automatic tearing يعني انا بابعارف recent data اللي لسه جاية ولو فيه batch data بدخلها اقدر اعمل tagging بحيث ان انا اقول ان دي batch ما تفتكر ان انا مجخل لك ده دلوقتي حصلة لا دي قديمة بس اعتبار انا ام دخل ها دلوقتي بس هي data قديمة بنقدر ما بوص الالجوريزم اللي شغال اللي بيقول ان اللي جاي جديد تمام فاللي جاي جديد cached خلاص لان اللي انا عارف ان انا بعمل near time analytics معناها بكوري اكتر recent data واقل all data فنقدر ا cache recent data تالت حاجة ال data كلها indexed وما ادركها ال indexing طبعا في سرعة اللي في trifle صح وده اللي مخليه ابطأ من ال real time processing صح احنا اتفانا ده near real time ليه بقى عشان حتة دي ال indexing ده بياخد وقت انا انت هتكيب لي الديت عشان انا index ها معلش يسيب لي ثانية اتنين وبالتالي انا كده طلعت برا ال real time لان انا بطلع indexing بعمل indexing عشان انا اصلا بساتسفى ال real time requirements وبالتالي near real time queries وعايز اخليها سريعة بعمل indexing والindexing ده بيطول ال free text columns والdynamic columns dynamic ده data type لو انا عندي json data وعايز ادخلها زي ما هي كده unstructured تمام بحطها في data باسمه dynamic json وjson ده ممكن يبقى nested وحالته حالة وبرضو height index ال free text ممكن احط فيها بقى كل حاج بحط فيها free text اصلا حط فيها xml وبقول بعد كده ده xml بس انا عايز داخلك string بس انا عايز يبقى parse as an xml اقدر عمل parsing later on as a schema on read بس الفيتشر ده برضو من الفيتشر القوية جدا في الطول دي كل columns indexed واخر حاجة انه هو بيفول زي ال columnar stores عنده very good efficient compression algorithms فعلا ال data اللي بحط data على data explorer بلاقي compression rate ال average اللي بشوف دايما هو من 9 لعشرة 9 to 10 x saving على data due to compression خلاص في تفاصيل اكتر موجودة في البلوج بتاع hdt explorer technology 101 وفي white paper كمال لو حد عايز اتبحر اكتر بس ده كده يعني خلاصة حلاوة وجمال EDX اللي هو costo اش ما حدش بس ايه تلقبت EDX هو كوستو من شوية وحنرجع له تاني ما نرجع في فابريك هيرجع تاني يسمي نفسه كوستو للجديد بتاعه الجديد بتاعه ان احنا بدل ما يبقى اسمه costo database سمينا ايه event house عشان يبقى عندك ايه lake house للpatch و event house للreal time حلوة انا عجباني صار انا بالنسبان عجباني lake house و event house و event house ده عبارة عن cocktail collection من ال database اللي هي costo databases دي يعني وتقدر تعمل فيه عادي bronze silver gold على فكرة كل حاجة تمام طيب قبل نخش على fabric هنعمل ايه هنطلع نتفرج على documentation ف الحتة اننا ما دخلتش فيها بتفاصيل بس تقدر تخش فيها او اي حد حابب على ingestion ان فيه حاجات كتيرة connectors جاهزة قدر تستعمل by the way هتلاقيها وهنا بيقول لك برضو تستعمل ingestion مع ingestion مع مع ingestion و حاجات حلوة جدا around decision making في edx في streaming ingestion لو انت بتستعمل الديتا جاية real time او عادي cute ingestion يعني تقول له لا والله دخل الديتا near real time كل خمس دقايق دخل الديتا او لما يوصل لك alpha item cute او لما يبقى total size one gigabyte حكذا خلاص تمام فيه طبعا زي ما انت شايف ال connectors الكتيرة الموجودة هي دي event grid event hub iot kafka يعني في connectors حلوة وتخليك تقدر تجي الديتا بسهولة من طرق مختلفة ودول الformats اللي supported يعني دي الحاجات اللي تدخل على طول جوا كوست وقدر تعمل مع avro csv json multi json orc psv raw عفش raw ده بس شكل حاجة يلا واي حاجات يعني sv بقى ده كتير csv ssv وحاجات كتير sv تمام تمام ويقدر تعمل مع data compressed يعني انت اول انت باعت تفاين على لو تتكر حلقة اللي في تتكلمنا سألتني سؤال على kappa والlambda واتفاين ان json الفود print بتاعته يعني مش سهلة هفين اناس كتير بتبعت data gzip json بت تزب بتcompress json وهي بتبعته على wire فانا اقدر اتعمل معاها كمان gzip json ده تمام تمام وزا ما انت شايف يعني الليست is that includes how to bring the data in كتير يعني شوف الليست بتاعت data connectors flink spark fluent lock stash تمام تمام ايه ده ده costo query language برضو ما يعني ممكن ما ما ناخدناش في التفاصيل في الkey ql اللي هي costo query language انتفانا فيه query بتعمل على الdatabase دي والquery specific للانجين ده اللي هو costo وبالتالي الانجوش اسمها او الkey language اسمها kql شبه الSQL تمام شبه الSQL هاي مثلا تكتب اسم table و where و count بس فيه pipe كده عشان يعني هو بيحاول ينفز ها as a step انت بتقوله عمل شبه الkey sql بس piped sql عشان كده ممكن استعمل pipe انه pipe sql على فكرة pipe ده لي قصة بسبب انه اديت اصلا vectors وده احسن وده من حاجات بتسهل translation للك كمية لا حصرة لها من ال operators تمام يفرق عن sql انه بيعمل زي ما اتفقنا حاجات اكتر ل time series analysis فبص بقى على time series functions built in اللي تقدر استعمالها عشان تbuild series او ما تبني series انت عايز تاناليز فعايز تدتكت patterns صح ال near real time ده فانت عايز تبني series عشان تعرف series ده عاملة شكل ايه وده ال base لما يحصل anomaly spikes او dives شكل عامل ازا وهكذا كل بقى time series analysis ده وعلى فكرة ربنا سهل ان شاء الله نحاول ان cover ده يا الحلقة دي يا اما يعني الحلقة اللي جاعة بتقول ان شاء الله تمام فدي حاجات كترة جدا built in تستعملها تسهل لك time series analysis وزي ما اتفنن هو end to end ففي dashboards في visualizations جاهزة جوه السيرفيس نفسها تقدر تفشواليز الديتا مش محتاج تروح تجيب visualization tool طبعا تقدر تروح لpower bi ou grafana ou kipana tableau او اي ان كان visualization tool ترتاح معاها ولكن في level already built in في tool بحيث انت تvisualize dashboards تمام فانت كأنك دلوقتي عندك ثلاثة level level query بتاع engineers الطرق قوي في time series analysis و custom query language جديد لا تمثل لهم اي مشكلة يخش يكتب query ماهموش خلص query عايز يشاير مع صحابه فبدل ما اديله query بقى واندينة تبقى صعبة طبعا ااخد الكوري ده اروح حط backed up by dashboard هي dashboard ال retriever بتاع عبارة عن query فانا بديك dashboard عشان توضح شوية انا بحاول عامل ايه صح scatter chart مثلا او time chart او اي امكان خلاص ده كده level 2 لسه يعني بين البنين لسه ما وصلناش بين الانجينير وبعضهم يعني مع ناس تانية بس لسه برضو لحد ما technical بتطلع بقى الlevel اللي بعدي اللي هو بقى ايه power bi is very niche بقى لما تيجي تشاير بقى الكلام ده مع stakeholders وتبدأ بقى ايه تعمل report dashboard وات customize ها وتبقى حلوة جدا واي catchy كده دي ما تطلع لل print set تمام ودول 3 levels عندك ايه اسئلة على الكوستو لا لا بالنسبة لي واضح يعني بص هو انا اشاكم صراح يعني انا يعني الهدف بتاعي كان اعرف مكانه فين لكن انا لما ابدأ اشتغل بي هبدأ بقى اروح حتة كده وفهم حتة دي مش بحتم بتفاصيل يعني ايه كيف الفيتش سابص علي بعدين وانا احساسي يعني ان في بي بين كوستو واسمو والاستيك والكلام ده فانا بالنسبة لي تمامية انا فاهم حتة دي في شوية تفاصيل بس ايه التفاصيل دي هبص علي ما اجب اشتغل بي بس انا لو انا مثلا واحد بي كونكلود اللي فهمته ممكن تقولي بقى صورة احنا هنروح لكوستو لما يكون عندي زي ما تقول تلمتري داتا وانا عايز شوف كل حاجة حواليها مكانها الانالس تاحة والكلام ده وما دون الحتة دي دا كده خاص برا كوستو هو الحتة دي برا الحتة دي خلاص سوى اجواء منه ما عندكش او انت مش عايز تبص على لوكزة او انت او حاجة تانية خلاص كوستو دا مش جزء بتاعك ان كوستو هو في الاخر جزء من بيك بيكتر حاول نشوف لو عندك ده تستخدم وما عندك شي انت في التمام وده بالمناسبة يعني انا برضو وانت بتتكلم انا برضو عايف لو ايه عايف انت لو الناس التنسليتور اللهم المتاجم الفوري انا افكر كده انا او اعيدة بيوس هعمل ايه لو انا او او خاص خاص بيور نيتيف هعمل ايه فانا بالنسبة اللي انا حس انت بتقضي بالضبط هو يطبق في اي بلاتفورم لو روحت عايف بيور استرعت على نيتيف بلاتفورم مش يعني كلاود اجنوستيك خلص يتوز بديلة هتبقى بلس الكلام ده ومفروض الناس اللي بتفارج على الحلقة زي يعني مساء ان هما يكون وغدين بلهم ان الكلام ده مش specified بس لميكروسوفت ايجو لان هو في الاخر ايجو بديك تطبيق لconcept فانت لو رايح كلاود تاني او system تاني بتشوف الconcept ده هيطبق يعني هيطبق هناك باسم بالضبط فهو ده اللي انا كنت يعني او ده اللي مركز فيه معايك انا احاول اعرف ده واترجم بحيث مغلطش فيه يعني فهمني بس تمام في ويبسايت documentation لذيذة جدا توضح الuse cases اسمه Azure Architecture Center Azure Architecture Center ده بيجيب لك شوية architecture common architectures على الuse cases الuse cases دي ممكن تبقى technical driven يعني بعمل analytics بعمل containers بعمل databases او industry يعني روحت على manufacturing energy telecommunication automotive عايز اعرف use cases في الحتة دي بتعمل ايه والاركليش بتاع عمل ازاي تقدر تشوف خش دي حركة حلوة اني لو في حد مثلا عند use case specific وكن يخش يسير هنا ويشوف الناس بتعامل use case دي من وجه another industrial زي وطبعا هو ده مش quran يعني ده اكيد كلها perspective of architect الدزاين الحتة دي مصبوط بس عشان تشوف example use cases لو دخلنا في automotive mobility and transportation architectures شوف مثلا automotive test data analytics تمام تعال نشوف ده بص المفاجح نلا مين تعرف ده شوف طبعا اعتقد ده عشان iot ولا عشان اي اه اه اعتقد عشان اي اتشوف طبعا واضحة الى icon موجودة اي بس يعني النظر يعني عشان اي او شفت automotive وشفت اكيد في حاجة اي 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 اتشاعد اي اي بصح بس زي انت قلت اي قلت ال iot ك use case بس use case دي use case يعني اي use case يعني انا بكلم حد ذا automotive بيجمع telemetries هما بيعملوا اي بقى بالديتا دي بيعملوا time series analysis بنعملها فين اكيدنا انا انا بعمل time series analysis انا عايز اعرف انت قليلك telemetries العربية بتعمل بتطلع telemetries ايه اللي بيحصر جول العربية كل اللي بيحصر جول العربية في الوقت المعين في مكان معين وعايز ت detect patterns اي مشكلة في breaks اي مشكلة في lights اي مشكلة في اي حاجة صح هي دي تمام فبنعملها فين بنعملها في EDX تمام خلاص تمام كده EDX نبدأ لو تمام انا نفسك هتحبه اكتر من كده بس هو هنحبه لما نخش على fabric واول demo هنعمله ان شاء الله في fabric هو demo بتاع EDX اللي هو هيبقى في fabric cost 2 حلو ده اول حاجة انا هو انا 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 ولا احبه انا انا بقى بس اكشف يعني بحاول اعرف الابط لكن انا ما عندي اي preference tools لسه يعني لما استخدمه ابدأ عندي bad experience بقى ابدأ في ماشتم بقى في وعضا كده اصيح لواحد عن نت كده عضو صيح صيح بس يعني لا لا ان شاء الله ما تلقش تمام EDX نعملها جوا فابري بس قبل ما نخش على فابري نعرف ايه نسا مش عارفيني فابري يلا بينا جاهزين طب نخلي حلقة الجاية طيب طيب اشوف اشوف كم على خير ان شاء الله نتقبل الحلقة جاية مع بعض السلام عليكم عليكم السلام اشتركوا في القناة